أما بعد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم إسدال الستار اليوم على مسابقة الحافظ في طبعتها الأولى هذه المسابقة الفريدة من نوعها تميزت عن غيرها من المسابقات بعرض جزء من القرآن والمتمثل في ربع القرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره شارك في هذه المسابقة 12 متسابق ومتسابقة وتم إقصاؤهم بسبب عدم إثمام الحفظ وتميزت هذه المسابقة بمنافسة شديدة جدا بين هؤلاء الفتية والفتيات جزاهم الله كل خير على ما أبلوا معكم أحد المتسابقين من مسابقة الحافظ التي أقيمت في هذه المدينة وهي المسابقة الأولى في القطر الجزائري تمت هذه المسابقة في أجواء رائعة كانت المنافسة شديدة بين المشاركين والمشاركات أتمنى التوفيق والسداد وأن أكون من الناجحين